وللتعليق معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول العقيد أحمد حماد الخبر العسكري والاستراتيجي عقيد أحمد أهلا بك يعني للمرة العاشرة فيتوا روسي ضد تحرك أممي بشأن روسيا بشأن سوريا برأيك ماذا تريد روسيا تحديدا؟ السلام عليكم تحياتي لك ولسادة المشاهدين طبعا الروس عندما دخلوا إلى سوريا بذريعة مقاتلة تنظيم داعش هم أرادوا قتل روح الشعب السوري الثائر ضد هذا النظام المجرم فبالأمس استخدموا غرض وقف آلية تمديد لآلية التحقيق في الملف الكيماوي في منطقة خان شيخون والتي أكدها رئيس اللجنة مولي بأن سوريا أو كما سماها الجمهورية العربية السورية هي المسؤولة عن استخدام الزارين في خان شيخون في أربعة أربعة وهو مستمر في هذا العمل فالفيتو الروسي بالأمس هو من أجل قتل آلية التحقيق ومن أجل منع التحقيق ضد بشار الأسد ومنع معاقبة هذه العصابة المجرمة هذا يؤكد بأن الروس هم شركاء في هذه الجريمة وهم استخدموا عشر مرات الفيتو من أجل تثبيت بشار الأسد وحماية بشار الأسد خاصة بأنهم اليوم يعزفون مرات عديدة بأنهم هم شرعيون في دخولهم إلى سوريا كذلك الإيرانيون والميليشيات بأن تم استقدامهم من قبل الحكومة الشرعية يعني هم يضفون بأن حكومة بشار الأسد هي شرعية علما بأن العالم كله وأصدقاء سوريا بالمئة وأربعة وثلاثين دولة رفعوا الحصانة عن هذا النظام المجرم منذ اليوم الأول الذي قتل شعبه في درعا وفي دمشق وفي كل مكان إذن الروس هم يريدون حماية هذا النظام من أي عقوبات دولية مستقبلية هم يريدون أن ينهو هذه المؤسسة الأممية والحقوقية التي تشرف على التحقيق في مجزرة الكيماوي في خان شيخون لذلك لو كانوا فعلا صادقين بأنهم لم يستخدموا هذا الكيماوي لمددوا لهذه اللجنة لتتحقق بشكل أكبر مولي الرئيس هذه اللجنة قال بأن النظام هو من استخدم الزارين في خان شيخون وأن الجريمة ارتكبت بطائرة من الجو والمعارضة السورية لا تمتلك أي وصائط قذف للأسلحة الكيماوية علما بأن الأسلحة الكيماوية تحتاج إلى تقنية عالية في المخابر وأدوات قذف وحتى الآليات التي تنقل الأسلحة الكيماوية تختلف عن أي آليات إذن هناك عمل خاص يتم تدبيره من أجل نقل وقذف ومزج الأنشطة الكيماوية وهذه التقنية لا يملكها إلا الروس والنظام في سوريا إذن الروس هم مجرمون هم يريدون تسبيت بشار الأسد وحمايته من خلال القفز حتى على القفز على جينيف وعلى أماكن أخرى نراهم اليوم ينتقلون من سوتشي إلى أستانا إلى أماكن أخرى كل هذه العملية يريدون إبعاد الأمم المتحدة عن أي تحقيق أو عن أي عمل سياسي خاص في سوريا نعم إذا هذا الفيتو المتكرم من روسيا عقيد أحمد يعني ما جدوى مهمة الخبراء الدوليين وتقاريرهم إذا كانت التواجه بفيتو روسي وهل التمديد لعمل هذه اللجنة الحقوقية يعني هو مؤثر طبعا هو مؤثر هناك منظمات دولية يجب أن تعلم الحقيقة هناك دول فاعلة يجب هذا الملف أن يبقى على الطاولة وعلى الإعلام وعلى كل المنصات ليثبت بأن الروس اليوم ليسوا فقط يعني هم شريك أو هم عبارة عن دولة محايدة الروس اليوم هي دولة محتلة هي تحمي هذا النظام وتقف وراءه وتدعمه بكل وسائل القوة العسكرية والسياسية وحتى الإعلامية يعني إذن هذه المهمة حقوقية لهذه اللجنة وهذه الحقوقية يجب أن تكون عالمية وأن تعري هذا النظام المجرم في روسيا وفي سوريا إذن هؤلاء نازيون جدد اليوم يعني من يقف مع استخدام الكيماوي ضد الشعب السوري أو أي شعب في العالم هو لا يختلف عن النازي الذي قتل كل الشعوب وعن من استخدم الأسلحة النووية والأسلحة الكيماوية ضد أي شعب ليس فقط الشعب السوري ولكن ضد العالم من يقتل اليوم السعب السوري هو من يقتل البشرية نعم عقيد أحمد يعني إذا ما جرى في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كيف نفهم هذه المعادلة يعني مجلس الأمن يعني يصوت ضد قرار أمريكي وفيتو روسي ضد قرار مجلس الأمن طبعا الفيتو الروسي هو متوقع ولكن وضع آلية استخدام هذه اللجنة وتمديد العمل فيها يضع روسيا أمام استحقاقات عالمية حتى أن نيكي هيلي المندوبة الأمريكية قالت لقد قتلت اليوم آلية التحقيق المشتركة الدولية وأنها تحمل الروس مستقبلا أي استخدام للكيماوي في سوريا حتى هذا اليوم بالأمس استخدم النظام الغاز لكلور السام في مدينة حرستا وهي لا تبعد سبع كيلو متر عن مركز مدينة دمشق استخدم لكلور السام في قرية بيت جن في جبل الشيخ الحدودية مع الجولان المحتل إذن هذا النظام هو محمي من قبل الروس والفيتو الروسي يعني بأنه اليوم يضع إشارة إكس على كل المسائل الحقوقية العالمية وعلى مجلس الأمن الذي هو المعني بحفظ السلام الدوليين يعني واليوم الاستخدام الكيماوي يعني هو انتهاك للسلم الدولي من قبل النظام المجرم ومن قبل من يدعمه في روسيا هذا العمل إذا عش دولة صوتت مع القرار دولتين امتنعت ودولتين للأسف الشديد يعني دولة عربية لن نسميها وهي معروفة استخدمت يعني منع يعني لم تصوت على هذا القرار والذي هو واضح كالشمس الجميع يعرف بأن العميد المجرم محمد الحاصوري الذي خرج من مطار الشعيرات في الساعة السادسة وأربعين دقيقة من يوم أربعة أربعة وقصف خان شيخون في غاز السارين برحلة تسمى للأسف الشديد قدس واحد نعم من اسطنبول العقيد أحمد حماد الخبير عسكر وستراتيجي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة